موسيقى اليوم درنا الانتلاقات دي المبادرة رواد سيدي بليوت اللي كتساعد على الشباب على انهم يولجوا للسوق دي الشغل ارسائينا اننا ندرو واحد شراكة مع منصة شباب ديال بيل ويدن اللي هي شفت الوجود ديالها بمبادرة ديال المبادرة البطنية لتنمية البشرية اللي على رأسها السيد العامل عزيز دادس اللي كنشكره من هاد المنبر على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها لتنمية ديال المنطقة اذا فاش كتجلا هاد هاد المبادرة هادي كتجلا في فتح اذا المقاطعة في وجه الشباب اللي كيقلبوا على عمل اللي كيلي بغوا الدعم ديالهم في اطار المشارع اللي كي حملوها حيث هاد المنصة ديال الشباب الدور ديالها هو أنها أولا تساعد شباب على انهم يوجدوا عمل وتساعدهم على انهم يتأثروا في اطار مقاول الذاتي اللي كانوا عندهم حامل المشاريع والدعم ديالهم بالإنسبة المشاريع اللي كي يحملوها ادا باش نساعدو هاد المنصة هادي pour تعرف كتر في المنطقة ونجلبوا أكثر عدد من الشباب فتحنا في وجه الشباب في المنطقة وعملت أنفا بشكل عام كي يأتي الشباب يأتي ونخارطوا ويتعرفوا على هذه البرامج اللي إن شاء الله يكون عندها واحد صادة كبير ويساعدهم على أنهم يوجدوا عمل في المنطقة ما كرهناش من بعد المرحلة هذه للشباب سنحاول أننا نجتمعوا مع المقاولين ومع المشغلين لكي ندروا واحد صلة واحد جسر بينهم وبين المشغلين في المنطقة وبالتالي الحلقة ستكتامل والستيلة ستكتامل وإن شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع في هذه المبادرة الشريفة جمعية باريم مبادرات التي هي جمعية تواكب حامل مشاريع خلق المبادرات خلق المقاولات وأيضا دعم الشباب لولو الشغل يعطاهم تكوينات اللازمة التي خصها كان واحد الفريق مختص داخل المنصة كيستقبل الشباب من جميع الفئة العمرية من 18 إلى 35 التي لا يريد أن يستفدوا منها الدعم للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية التي تمشي إلى 150 أفضل نحن كما قلت لك مشكورة السيدة الرئيسة لفتحت لنا هذا الباب أيضا لدعم العمل اللي كنديروه بدعم أيضا كما قسم اجتماعي ديال العمل الأنفاء للسيد العام التوحريس كل الحرص باش ان شاء الله هذا المشروع يمشي يعني في المبتغى وفي الأهداف المسطرة له احنا في حقيقة كين واحد عمل دعوب كل يوم داخل المنصة لتتبع المؤشيرات مؤشيرات إما في خلق مقاولات وإما في تشغيل والناس مشكورين كلهم عاملين هاد المبادرة ديال السيدة الرئيسة باش تخرج المنصة إلى الجماعة هذا تمتد تقريبا كل يوم خميس إلى تقريبا خلال ثلاثة أشهر ولكن تجحة عملية مش عرضا قدروا نمشو فيها أكثر وهذا أيضا كما قدروا إلى جانب جماعة بسيدي بليوت كين ايضا مشروع باش يمشيوا الجماعة ديال الحنفة وايضا جماعة المعاريف هنا تتبعوا إما مليكي جو باش كي يعني كيتووصلوا بالدعم لخصهم إما في تقوين وإما في يعني تحسين المشروع ديالون باش يكون تقدم فلوسة بدياش باش يكون فينانسي سينو را عندهم ما نكونتاكت انترنت عندهم كل شيء وفي منصة الشامخ سيكون جاهدنا را عندنا دي صالدو كووركينج كي يقدروا يخدموا علاء إلى غير دالي احد المشروع اللي عنده واحد السيد عنده تمويل داتي خصوير خمسين ألف درم مراجعة وخمسين ألف درم واحد السيد اللي هو عنده خمسين ألف درم وكالمشروع دياله في ميتين ألف درم وقتار بمية وخمسين كمشو معتها بمية وخمسين وكما قد احنا يا سيسيا فاغي هذا ما كينش ترجمة نانسي قنقر